نهاردة وزير المالية وكما توقعت في حلقة أمس قلت أكيد التصريح الصادر عن رئاسة الجمهورية هيخرج وزير المالية في مؤتمر صحفي عشان يوضحه وده حصل فعلا مؤتمر صحفي قوي والناس كلها تمكنت من سؤال الوزير واستطعنا الاستفسار عن كل شيء أجمل ما في هذا الموضوع أنه الوزير اتكلم بالأرقام عن كل شيء يعني قال حتى موضوع المئة مليار اللي احنا اتكلمنا عنهم وصدر بهم بيان من الرئاسة وكات الناس مش عارفة تشرح الموضوع ازاي الوزير فصروا تفسيرا صحيحا الوزير أكد أنه خلال 8 شهور الأخيرة حققنا فائد أولي حوالي 38 مليار جنيه وده أفضل من عام الماضي بكثير وأيضا عجز 4.9 من 10 خلال 8 شهور الماضية وده كان المستهدف بالفعل خلونا نشوف جزء من كلمة الوزير ونرجع لحضراتكم تركزنا على أنه تحسين مستوى معيشة المواطنين والطبقة المتوسطة يكون لها أولوية والصحة والتعليم يكون لهم أولوية السنة اللي فاتت كنا ادينا علاوة للعاملين 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7% بتتحسب من الأجل الوظيفي كانت بحد أدنى 75 جنيه وال10% من الأجل الأساسي وبحد أدنى 75 فيمكن السنة دي حبينا نعالج هذا الأمر بأنه العلاوة لغير المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية اللي هم الكادرات زي كادر المعلمين العضل المعنى الطبية الآيات التدريس في الجامعات بعض الأجهزة هتبقى 12% بدلا من اللي كنا بنعمل به في السنين اللي فاتت 10% يبقى أول تغيير أنه المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اللي دايما كنا بندي 10% هتبقى 12% عشان نعالج الأسر بتاع أنه دايما الأجل الوظيفي بيبقى مرتين وثلاثة من قيمة الأجل الأساسي فبيخلي العشرة في المية دايما قيمتها أقل فده أول فرق لكن الحد الأدنى زي ما هو 75 جنيه سواء ليه العلاوة بتاعة المخاطبين بالخدمة المدنية أو الغير المخاطبين بالخدمة المدنية السنة اللي فاتت إحنا أدينا قيمة حافز قيمة مقطوعة 150 جنيه للكل من الدرجة السادسة لغاية وكيل أول وزارة السنة دي لأنه لنا هدف أنه الطبقة المتوسطة نقدر ندفع في اتجاهها أفضل فمشينا أنه الدرجة السادسة والدرجة الخمسة والدرجة الرابعة ياخدوا القيمة المقطوعة 150 جنيه زي السنة اللي فاتت نتحرك بقى الدرجة التالتة القيمة دي تزيد من 150 ل200 والدرجة التانية تزيد لـ 250 الدرجة الأولى تزيد لـ 300 مدير عام وكبير 325 وكيل وزارة اللي هي العالية 350 والدرجة الممتازة 375 ما فيش حكومة تقدر تتحقق الأرقام دي إلا إذا كان فعلا عنده رصيد حقيقي ناتج عن عمل فنتيجة العمل، نتيجة الإصلاح الاقتصادي، نتيجة خطة اقتصادي، نتيجة موزنة يعني معمولة بدقة شديدة جدا بيتاخد فيها كمان رأي الناس كل دا أدى إلى الأخبار السارة جدا إلا قالها سيادة الوزير النهارد خلينا نعرف أكتر تفاصيل من سيادة الدكتور الوزير محمد معيت وزير المالية سيادة الوزير مساء الخير مساء الخير خالد بي أهلا وسلام بحياتك أولا أنا من حيث الشكل عايز أحييك على هذا المؤتمر في التوقيت وفي التفاصيل لأن الحقيقة أجبت عن كل الأسئلة في هذا المؤتمر وباستفاد الله يخلي حياتك تسلم هاخد بقى بالترتيب الفندم الموضوع اللي شغلنا خلال الـ 24 ساعة اللي فاتت كان متعلق بالـ 100 مليار جنيه المتوفرة من احتياط الموازنة تم إتاحة تقريبا 188 مليون جنيه لوزارة الصحة فورا منها ممكن نعرف المبلغ ده كيف تم تجنيبه وإيه هي الشرائح اللي سيتم إمداد الوزارة بها يعني هو دايما لما بتعمل الموازنة العامة للدولة بيتحط في كل باب احتياطي لغرض أنه أحياناً بتبقى فيه ظروف استثنائية بتتطلب تدخل هدي مثال الباب الأول باب الأجور المفروض إن كل جهة الأجور بتاعتها موجودة في البنود والعناصر الموازنة يعني بتاعتها يعني الباب الأول طب لو حصل لقدر الله فيه ظرف استثنائي محتاجة تعزيز محتاجة ظروف استثنائية أو كده بجيب لها منين؟ بجيب لها من الاحتياطي بتاع الباب ده نفسه فبيبقى فيه دايماً مثلاً الباب الرابع بالدعم والمنح والمزالة الاجتماعية طب لقدر الله فيه ظروف استثنائية زي اللي مرينا بها الأيام الماضية وزارة التضامن محتاجة مبالغ زيادة وزارة التموين محتاجة مبالغ زيادة مكانش محطوطة في موازنتها بجيب لها منين وبدعمها منين من الاحتياطي بتاع الباب الرابع فبيبقى عندنا متوزع احتياطيات عشان لما بيبقى فيه ظروف استثنائية ومحتاج تنفق عليها النهاردة طبعاً احنا اتماعنا بسيادة الرئيس مبارح وقال طيب عاوزيني يبقى فيه مبالغ جاهزة عشان لو وزارة الصحة احتاجت فلوس زيادة لو اي وزارة من الوزارات او اي جهة من جهة الدولة احتاجت مبالغ اضافية فسيادة الرئيس وجه بانه يتم تخصيص 100 مليار جنيه من الاحتياطيات بتاعة الدولة علشان التعامل مع هذا الزر يعني فندم انا كمواطن دلوقتي الحياة الخبر عندما خرج عن الرئاسة طميني بشكل كبير جداً 6 مليار دولار تقريباً انا املك ان انا اوجههم وهما موجودين اصلاً في الموازنة احتياطيات في ابواب متفرقة هو اي موازنة عامة للدولة بيبقى فيها احتياطيات بس هو دايماً ممكن تبقى الموازنة ما هيش بالقدرة انها تعمل احتياطيات على القدر الكافي ممكن تبقى ضعيفة لكن الحمد لله مصر يعني برضو بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر القيادة اللي خادت قرارات جريئة سياسية من 3 ا4 سنين وبشكر الشعب المصري تحمل هذه القرارات بحيث انه انتج لنا النهاردة موازنة عامة للدولة يعني تقدر ان هي تتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي لان داخلها بالسحة ما هو الدليل اهو 188 مليون في الصبح النهاردة بالصبت احنا جلنا يعني اخلال الـ 24 ساعة طلب من وزارة الصحة تدبير حوالي 188 مليون فوراً على طول ماضية الموافقة وارسلت لها وزي ما بقول حياتك الحمد لله رب العالمين يعني مرة تانية موجود هذا الاصلاح ساعد مصر في هذه الاوضاع سيادتك طلعت الـ 188 وانت مرتاح يعني مفيش خلل في اي شيء لا 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 ده نجاح يعني اللي بيحصل ده بالارقام نجاح بكل المعاني الحمد لله رب العالمين انه يعني ان شاء الله بإذن الله نخرج ونخرج أقوى من هذا الوضع يعني الظرف استثنائي للعالم أجمع الحمد لله اقتصاد مصر الحمد لله رب العالمين وان شاء الله ولو التكليف الرئاسي بـ 100 مليار سيادتك جاهز لإتمام هذا التكليف حتى آخر جنيه خالد ده يعني خلينا نقول مرة تانية ان شاء الله بإذن الله يعني ده أمر يعني ان شاء الله بإذن الله يحل بسرعة وان شاء الله بإذن الله ينتي لكن احنا كحكومة وكدولة ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا نتعامل مع هذا الأمر وان شاء الله بإذن الله زي ما بقول دايما الأزمات بتبين قوة في دول يعني أعتقد الوضع ده هيبقى صعب على اقتصادياتها وعلى أوضاعها وأكيد كلنا بنتابع الحادث في العالم أجمع طبعا مش بس كده فندم النهاردة برضو سيادتك فصرت أمر أبعتبر أنه خبر صار جدا تم رفع العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لـ 12% والحد الأدنى 75% شرح لنا حادثتك أكتر سواء العاملين المخاطبين بالقانون أو غيره يعني هو إحنا يعني في خلال السنين اللي فاتت كنا ماشيين على نمط اللي بنت دي العاملين بقانون الخدمة المدنية وده موجود في القانون 7% من الأجل الوظيفي في عندنا مفهوم الأجل الوظيفي ده للمخاطبين بالقانون الخدمة المدنية وفي عندنا مفهوم اسمه الأجل الأساسي ده لغير المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية إلا الكادرات الخاصة زي المدرسين زي أعضاء المعنى الطبية زي أساسة الجامعة وفئات عديدة بيبقى لها كادر خاص الأجل الوظيفي دايما بيبقى قيمته مرتين وثلاثة من قيمة الأجل الأساسي وبالتالي القانون قال 7% من الأجل الوظيفي احنا بنطلع قانون للعلاوة لغير المخاطرين بقانون الخدمة المدنية بنطلع لهم قانون عادة بنطلع لهم 10% بس دايما بنلاحظ انه هذه القيمة بتبقى يعني اقل من القيمة بتاعة 7% من الاجر ايه الوظيفي فده مع الوقت ومع كذا السنة اثر سلبا عشان كده قلنا السنة دي لأ نطلع بيها شوية فنخلي الالاوة بدل ما كانت بتمشي 10% من الاجر ايه الاساسة بقى 12% ولكن بنفس الحد الايه الادنى اللي هو ال 75 جنيه الحاجة اللي عملناها برضو مختلفة عن السنة اللي فاتت احنا السنة اللي فاتت ددينا اللي هو الحافز الاضافي دوت 150 جنيه لكل الناس فقلنا السنة دي لا احنا عاوزين وده كان توجيهات رئاسية من اكتر من 6 شهور انه واحنا بنعد الموازنة عاوزين نروح دعم الطبقات المتوسطة وعاوزين نبدي اكتر للطبقات المتوسطة وده وزن او داخل يعني استراتيجية الدولة في التعامل مع التبعات بتاعت ان عملنا اصلاح اقتصادي شديد والاصلاح اقتصادي شديد ده تأثر على فئات المجتمع سيد الوزير معلش اعذرني في سزاجة هذا السؤال انت جبت الفلوس منين طبعا احنا بنتكلم على الموازنة العامة يعني عشان ال 12% دول كان في اي ده تخليهم 10 ليه خليتهم 12% دول كلفوا الدولة الدين وازاي تتحدث بهذه الاريحية وانت تدفع لفيروس كورونا ومواجهته وايضا تدفع العلاوة اللي بتقرر للموظفي خليني افرق ما بين حكتي الميت مليار دولت مع موازنة الجارية دلوقتي اللي شغالة دلوقتي اللي هي 2019-2020 العلاوات هنحطها في الموازنة اللي هتبدأ يوم 1-7 ان شاء الله بسم الله يعني تبقى تطبيقها اعتبارا من الموازنة الجديدة بتاعت 1-7 انا بس هرجع تاني لموضوع العلاوة ده عشان برضو اشرحه يعني احنا العلاوة زي ما قلت الاضافية دي كانت سنة اللي فاتت 150 جنيه لجميع طبعات المجتمع لكن احنا السنة دي قلنا لا احنا 150 هنخليها زي السنة اللي فاتت للطبع للفاق للدرجة السادسة والدرجة الخامسة والدرجة الرابعة ونبدأ بعد كده نزود للدرجة التالسة نطلع 200 جنيه للدرجة التانية نطلع 250 للدرجة درجة مدير عام وكبير 300 انا اسف الدرجة الاولى 300 ودرجة مدير عام وكبير 325 والدرجة العالية 350 والدرجة الممتازة 375 لما نحسب الارقام ديت هنلاقي انه احنا الحمد لله يعني نعتبر اه مشينا في اه خط ايجابي لصالح الفئات اللي هي اه عاوزين ان احنا ندعمها اكتر فمثلا على سبيل المثال لو انا خدت ايه اه مدير عام هنلاقي مدير عام اللي هو مثلا بالنسبة لي المخاطبين بالخدمة المدنية هتلاقي انه هو بهذا الوضع هيتراوح حد 418 واكبر حد 561 الغير مخاطبين بالخدمة المدنية هتبقى ما بين 427 و 540 جنيه في الشهر اه ده بيتخصن منه درائب وتأمينات مثلا نقدر نقول في حدود 15 إلى 20 في المية والباقي صافي بياخده فيه لو خدنا مثلا مثلا الدرجة التانية ودي فيها عدد كبيرة جدا من العاملين هنلاقي اللي هم المخاطبين بالخدمة المدنية اقل 1 325 إلى 462 والغير مخاطبين هنلاقيهم 330 إلى 411 حظيم فبالتالي ده كده التركيبة دي افضل ومتجهة ناحية الجزء الأكبر من العاملين في الدولة احنا موقفناش عند ده احنا كمان دخلنا على الدرائب ودخلنا ضريبة كسب العمل عشان نبقى أكثر دقة ضريبة كسب العمل وبعدين قلنا نخفف كمان الأعباء الضريبية عن المواطنين وخاصة برضو الطبقة المتوسطة احنا كنا عملنا في السنين اللي فاتت ما يسمى بالخصم الضريبي للفئات اللي هي دخلها محدود جدا لكن ما استفدش دي قوي اللي في الطبقة المتوسطة اللي هي دخلها في النص بتاع الكامل مرة دي لا دخلنا بتخفيضات ضريبية شديدة جدا في الجزء ده وبرضو مرة تانية كان هدفنا انه في النهاية انه نساعد كان ممكن ناخد مثال يا سيد الوزير بسيط على موضوع تخفيض الضريبة ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي انه في حد كان مثلا مثلا مرتبه اه في حدود التلات تلاف ومية جنيه اه ده كان بيدفع في النظام القائم النهاردة قرب الالفين جنيه في السنة ضريبة بالوضع اللي احنا اه عملناه الجديد دي نزلت انا في شكل الارقام بالضبط يعني عشان برضو الارقام مش قدامي دلوقتي لكن مثلا ممكن تلاقي دي نزلت لحدود سبعمائة تمنمية جنيه بدل قرب الالفين جنيه تقريبا انا برضو تقريبا لان الارقام مش قدامي وبالتالي فانا عملت له وفر ضريبي يتقسم يعني لو افترضت بقى كأن مثلا خفضت له الضريبة بتاعته حوالي مية خمسة وعشرين جنيه في الشهر بالاضافة للمبلغ اللي هو بياخده بيقبضه فيبقى مثلا عملت له دفعة في حدود اللي هو في الرنج ده مثلا او في الوضع ده هيستفيد بقى بيه اللي هو في القطاع الخاص وحط بقى العلاوة على ده على ده تعمل معاها رقم في الشهر تعمل معاها رقم مرة تانية احنا بنقول انه لا قبل المرة التانية سات الوزير جبتوا الفلوس دي يعني بأسلوب بسيط وأسلوبك العادي للناس متعودة عليه الناس في الشارع بتسأل انا بكافح وعندي تطورات اقليمية وعندي كل ده احنا دولة واقفة عن رجليها منين ادرتوا باريحية شديدة جدا تعمل العلاوة تخفض الضريبة واتطلع لي ميت مليار جاهزين في اي وقت تحتاجوا الدولة مرة تانية الميت مليار دي احتياطي عندي احتياطيات في الموازنة العامة للدولة للتعامل مع ظروف الاستثنائية اه يعني وده توجيه رئاسي ان احنا يتم تخصيص اه مبلغ ميت مليار جنيه للتعامل مع اه الوضع الاستثنائي اللي بيمر بيه العالم بيه مصر اه لهذا الامر اه اما بالنسبة للعلوات فدي هتكلفنا حوالي واحد تلاتين مليار جنيه على موازنة بتاعت السنة القادمة اللي هي بتزدأ في وحد سبعة الفين وعشرين واحد وتلاتين مليار جنيه اه تقريبا واحد وتلاتين مليار جنيه اللي هي التكلفة بتاعة التعامل مع المنظومة الاجور زي ما شرحتها لحضرتها جديد حاطئ anti-31 مليار جنيه في موازنة العام القادم اما الميت مليار ده موازنة العام الحالي سيد الوزير ما عنديش كلام اقوله يعني واضح ان احنا نجحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم مصر ويوفقها وإن شاء الله بإذن الله أنا بقول دايما ده أنا لسه ما تكلمتش بقى عن العجز اللي وقف أربعة وتسعة من عشرة وعن الفائد 38 مليار جنيه يعني في مؤشرات إيجابية والأرقام ما بتكذبش يعني لا الحمد لله إحنا أداء الموازنة العامة للدولة في الفترة من يوليا إلى فبراير إحنا عاملين الحمد لله فائد أولي مقدره 38 مليار مقارنة السنة اللي فادت دلوقتي كنا عاملين 28.5 مليار السنة اللي قبلها كنا عاملين عجز أولي الأولى خدت 38 مليار ده الفائد الأولي أسمتوه على الناتج المحلي الإجمالي يطلع الفترة دي عاملة 6 من عشرة السنة اللي فاتت لما نقسم 28.5 على الناتج اللي كان موجود سنة الفاتت يعمل 5 من عشرة فإحنا أفضل في قيمة وأفضل في النسبة المقاوية طب هتروح للبرلمان بقى برقم الموازنة الجديدة كم؟ إحنا برضو مستهدفين في العام المالي الجديد ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله وبرضو الأمور تبدأ ترجع وتستعيد وضعات طبيعية إنه يكون في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 21 إنه برضو نعمل إن شاء الله 2% فائد أولي وننزل بالعجز الكل اللي هو السنة دي مستهدف للسنة كلها 7 و 2 من عشرة ينزل إلى اللي يبقى 6 و 2 من عشرة كل ما بنخفض العجز اللي هو الفرق بين مصروفاتنا وإراداتنا كل ما بنخفضه اللي هو القيمة بتاعة العجز دي مقسومة على ناتج المحلي الإجمالي ناتج بتاع المجتمع ناتج عمل المجتمع كل ما بنخفض دي فبنخفض السلف وكل ما بنخفض السلف دي بنخفض قيمة الدين بتاعنا وبنخفض أيضا يعني رقم تقريبي كده هيبقى كم اللي هيعرض على البرلمان؟ الموازنة العامة للدولة كلها أعتقد في حدود 1 و 6 و 7 من عشرة تريليون ده الموازنة العامة للدولة كلها ده زيادة عن السنة اللي فاتش زيادة عن السنة اللي فاتش سيد الوزير أنا بشكرك أنا بشكرك لأنك يعني عارف بتعمل إيه بتكاشف الناس والمؤتمر الصحفي مرة تانية بقى أحييك عليه وما فيش لغة الأرقام لا تجذب لغة الأرقام لا تعرف المجاملة يعني لما احتجنا لقينا وده دليل نجاح وتخطيط بشكرك عليه وبشكرك عليه كل القائمين في وزارة المالية على هذا العمل بشكرك دكتور محمد معيد وزير المالية إحنا اللي عملنا ده الوزير طلع 188 مليون الصبح يبقى عنده إصلاح الاقتصادي الزن قلت زنقناها جابت نتيجة الوزير عمل العلاوة وخفض الضريبة يبقى بطلع الوزير قلل العجز في الموازنة وحقق فائد 38 مليار بننجح 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 الإصلاح الاقتصادي كم سنة اللي فاتوا اللي عمل كده المصريين لذلك لما احتجت لقيت ده اسمه بقى العمل اللي يؤدي إلى نجاح لسه قدامنا مشور طويل لسه ما خلصناش احنا بنمشي خطوات مدروسة وصحيحة وباعتماد من المواطن المصري عشان كده ربنا نبرك لنا والدنيا ماشية الحمد لله نتمنى بس الظواهر اللي حصل حوالينا في الدنيا دي ما تبوزناش والأمور تنتهي على خير بإذن الله تعالى